بصي يعني طبعا أنا عارفة أن أنت جريئة قوي في اختيار أدوارك وبيبقى عندك وجهة نظر لكن مش لدرجة أن أنت في المرحلة السنية الجميلة اللي أنت فيها اللوقتي بتلسس صويرة تروحي بدبسة نفسك في أنك تطلعي أم لسبع أطفال أو سبع عيال يعني ما هو ده هيكيلك نقلة فنية وهيوديكي في منطقة تانية ممكن تكون كسنين أكبر منك بكتير فدي مجاسفة وجرأة وسقة كبيرة في النفس أشكرك بصي لو أنا بصيت لي كفنانة أن سنا وشكلا وجمالا وبتاعي بأنا مش فنانة حقيقة دايما الفنان يجري يعني هو اللي يجري ويصارع أنه هو يخرج برا النمط المعروف أو اللي هو الناس تعودت عليه ولو الحمد لله رب بصيت كده على مشواري في كذا حاجة هتعرفي أني أنا عملت حاجات كتير كده مفاجأة للناس يعني رانيا في الصعيدي رانيا يتربى في عزو خاتم سليمان هتلاقي فيه تاك 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 يعني تنوع دا دا في الفيلر الملمع عنك يعني إيه دا؟ أنا أنا أحب مدارة أحب إيه يعني مونة مش متخيلاني أن نعمل الدور دا؟ لا هعمله وهنجح يعني أم العيال دي أنا على يقين سبع عيال إن كانوا تمانية والمخرجة أللت شيرين عايد أمرايا بورج الجوزاء زي ففيه بنا حب كده وهي من الناس اللي تتلمزت على إيد المخرج الكبير مجزي أبو عميرة يعني كتت موجودة معنا في الدوق الشارد يعني منحيي كمان تقولي على مناحي من الدوق الشارد دا من المناحي كمان فقضي لي دايما الواحد لازم يفاجئ الناس يعني أنا دايما بحب إنت متوش متوقع رانيا تعمل دا؟ طيب أنا هعمل دا ترجمة نانسي قنقر